موسيقى تحية لكم من العراقية الرياضية نشرة الأخبار نبدأها بأهم العناوين درجال يسعى للحصول على الموافقات النهائية لدخول الجماهير إلى الملاعب العراقية اللجنة الأولمبية تسمي هيثم عبد الحميد أمينا عاما وأحمد صبري لمنصب الأمين المالية اليوم ختام الجولة الأولى من دوري الكرة الممتاز بلقاء النجف والديوانية تحية لكم يواصل رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال محاولاته للحصول على الموافقات النهائية من اللجنة العليا للصحة والسلامة بخصوص دخول الجمهور إلى الملاعب بنسبة 30 إلى 50 بالمئة في الأيام المقبلة وأكد درجال أن وزارة الشباب والرياضة تسلمت خطابا رسميا من الاتحاد يتضمن طلبا للحصول على الموافقات النهائية من الجهات الرسمية لدخول الجماهير إلى المباريات وأضاف أن الاتحاد تحرك للتباحث مع وزير الصحة الذي أبدى تفاهما كاملا لطلب اللجنة المتضمن دخول الجمهور إلى المباريات قرر المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية باجتماعه الذي عقد في العاصمة بغداد تسمية هيثم عبد الحميد أمينا عاما وأحمد صبري أمينا ماليا وقال النائب الثالث لرئيس اللجنة الأولمبية أحمد حنون قال إن اختيار الأمين العام وأمين الصندوق جاء بعد دراسة مستفيضة ومناقشات مكثفة إذ تم اختيار السيد هيثم عبد الحميد من بين ستة أسماء مرشحة فيما لم يرشح على منصب أمين الصندوق سوى أحمد صبري الذي يتمتع بخبرة كافية تؤهله لشغل هذا المنصب تم اليوم عبد الجلسة التاسعة للمكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية وكانت عدة قرار اتخذها المكتب التنفيذي في سبيل تطوير الرياضة العراقية إن شاء الله نحن مقبلين على عدة دورات آسيوية وراح تكون هذه الدورات هي كمحط اختبار وتأهيل للدورة الأولمبية اللي راح تكون بباريس 24 نلاقشنا أيضا المدرسة الكروية مدرسة عمو بابا بعض المخترحات أيضا من الأخوان اللي أخذت بعيني الاحتبار كذلك لجنة إعداد البطل الأولمبيلي راح تتبنى على عادقها مع المكتب التنفيذي وسيد رئيس المكتب التنفيذي الاستقصاء عن الرياضيين وبحث عن مواهب مع الاتحادات الرياضية المعنية وإن شاء الله احنا بصدد تسمية رسالة وفود وكذلك تم مناقشة موضوع الأمين العام والأمين الصندوق الذي تم تسمية السيد أحمد صبري كأمين الصندوق للجنة أولمبية الوطنية العراقية وكذلك السيد هيثم عبد الحميد كأمين العام إن شاء الله هذا القرار تحص بمصلحة الرياضة العراقية وتطوير المسيرة الإدارية للجنة أولمبية إن شاء الله إلى ذلك أكد الأمين المالي لللجنة الأولمبية أحمد صبري للعراقية الرياضية أكد أن لديه خطة عمل في اللجنة الأولمبية للسنوات المقبلة في سبيل تحقيق الإنجاز وصعود الرياضيين على منصات التتويجة الحمد لله وشكرا للجمعين العمومية يعرفون من هو أحمد صبري لأنه أنا منذ عام 2005 في الأمان المالية للجنة الأولمبية أعملت مع خمسة أمناء ماليين اللي تنبعوا المنصب كأمين مالي بالانتخابات ولكن الآن هذه الفترة يكون الأمين مالي بالتعيين وليس بالانتخاب وكنت أنا المرشح الوحيد فقط ولما يرشح أمامي أي شخص ثاني لأنه من درايتهم بالخبرة المالية التي تفوق بها والحمد لله وإن شاء الله أكون حسن ظن الجميع بإذن الله نحن هذه السنوات الأربعة هي سنوات حرجة يجب أن نكون بها تفوق تام يعني تختلف عن السنوات الماضية أدنى خطة عمل مع السيد رئيس اللجنة الأولمبية وأعضاء المكتب التنفيذي في هذه السنوات القادمة إن شاء الله ونكون بحيث يتبنون مناصة كافة الغياضيين على منصات التتويج لأنه هذه السنوات الأربعة يجب أن يحققون نتائج متميزة في الأولمبية وأكون استعداد تام من هذه الأشهر استعدادا لعام 2020 البطولات القادمة هذا وعقد رئيس اللجنة الأولمبية راعد حمودي اجتماعا مع اللجنة النسوية بمقر اللجنة الأولمبية وقالت رئيس اللجنة النسوية بيدا قيلان قالت إن الاجتماع تناول مشروع تطوير رياضة النسوية من خلال التعاون مع الوزارات الساندة وبالأخص وزارات الشباب والرياضة والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي فضلا عن أهمية إيجاد مقر خاص باللجنة النسوية وأضافت أن اللجنة الأولمبية ستعمل في المرحلة المقبلة على توقيع اتفاقيات تعاون مع نظيراتها من اللجان الأولمبية في مختلف الدول المتقدمة والمتطورة من أجل المساهمة في تطوير الرياضة النسوية في العراق تدخل الاجتماع وطرح بداية مشروع تطوير الرياضة النسوية وأيضا الناس اللي يكونون مشتركين بهذه التطوير الرياضة النسوية اللي هم المستهدفين اللي هم وزارة الشباب والرياضة والتربية والتعليم وكذلك الوجنة الأولمبية وإيجاد مقر ضروري للأولمبية وطرح كل الأشياء اللي تعمل على تطوير الرياضة النسوية الكابتن أيضا أكدنا أنه رح يتم توقيع بروتوكول قريبا مع الدول من أجل تطوير الرياضة النسوية إيجاد كل الأشياء المساعي والتجهيزات كلها من أجل إيجاد بناء تحتية مع تنسيق مع وزارة الشباب والرياضة كذلك العمل على نشر وعي الرياضة الثقافة النسوية كذلك زيادة الإقبال وتطوير البراعم والناشئات والمتقدمات بكل مجالات الرياضة النسوية الحمد لله بداية اجتماع كان موفق نشكر الكابتن رعد حمودي على حسن استقباله تختتم اليوم منافسات الجولة الأولى من المرحلة الأولى من دوري الكرة الممتاز بلقاء النجف والدواني على ملعب النجف الدولي ويسعى غزلان البادية للدخول في معترك المنافسة بقوة وحصد أول ثلاث نقاط له سيما وأن المباراة تقام على ملعبه فيما يطمح الأحمر الديواني لمفاجأة فريق النجف وكسب ثلاث نقاط مهمة في بداية المشوار حقق فريق الزوراء الفوز على فريق الصناعة بهدف نظيف ضمن مباريات الجولة الأولى لدور الكرة الممتازة واستفاد الزوراء من النقص العددي لفريق الصناعة بعد طرد لاعب الصناعة ماجد جواد بالدقيقة السادسة والثلاثين ليسجل المحترف لهوار طويل هدف الزوراء الوحيد بالدقيقة الثالثة والأربعين وفي الدقيقة الرابعة والستين أشهر حكم اللقاء زيد ثامر البطاقة الحمراء بوجه لاعب الزوراء حمزة صنهاجي إلا أن النتيجة بقيت على حالها بفوز الزوراء بهدف وحيد دون رد استهل فريق القوة الجوية حملة الدفاع عن لقبه بالفوز على فريق القاسم بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الأولى من دور الكرة الممتازة هدف اللقاء الوحيد حمل إمضاء اللاعب ضرغام إسماعيل في الدقيقة الثلاثين من زمن الشوط الأول وبهذا الفوز حصد فريق القوة الجوية أول ثلاث نقاط له في المسابقة وفي الدور أيضا تمكن فريق الكهرباء من الفوز على مضيف أمانة بغداد بهدفين نظيفين ضمن مباريات الجولة الأولى لدور الكرة الممتازة وسجل مهيمن سليم هدف الكهرباء الأول في الدقيقة السابعة والستين من عمر اللقاء وبعد مرور دقيقة واحدة عاد اللاعب نفسه وسجل الهدف الثاني لفريقه وفي مباراة أخرى من نفس الجولة خيم التعادل السلبي على مواجهة فريقي الميناء وضيف هاربيل والتي جرت على ملعب الفيحاء بمدينة البصرة حقق فريق نفط الوسط الفوز على سامراء بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة الأولى لدور الكرة الممتازة وسجل حسن داخل كشاش الهدف الوحيد في المباراة لنفط الوسط بالدقيقة الثلاثين من زمن الشوط الأول أهدى به ثلاث نقاط لفريقه لتكون بداية جيدة لفريق نفط الوسط يسعى بها المدرب عبدالغني شهد للبقاء بين الأندية الكبارة أكد المشرف على الكرة في نادي زاخ العراقي طاها زاخولي أن الفوز على نادي نوروز بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة الأولى من الدور الممتاز يمثل أهمية كبيرة لمشوار الفريق في الجولات المقبلة وصرح زاخولي أنه كما توقع أن فريق نوروز منظم وقدم مباراة كبيرة لكن اجتهاد لاعبين وإصرارهم على تحقيق بداية جيدة وراء الفوز الذي جاء في وقت متأخر وأضاف أن من أهم مكاسب الفوز على نوروز كسروا نحس مباريات الافتتاح التي عانى منها زاخو في المواسم السابقة قررت الهيئة الإدارية لنادي القوات الجوية ترحيل سبعة لاعبين للفريق الأول من فريقين رديف وشباب النادي بعد توقيعهم عقودا لمدة خمس سنوات وذكر أمين سر الهيئة الإدارية لنادي القوات الجوية محمد صوب الله أن هذه الخطوة تأتي لضخ دماء جديد في صفوف الفريق للاهتمام بالمواهب الموجودة في الفئات العمورية لنادي القوات الجوية والاستفادة منها خلال المرحلة المقبلة أزدل الستار مؤخرا على بطولة كأس العراق لكرة القدم النسوية التي نظمتها جمعية كرة القدم النسوية المصغرة بفوز نادي غاز الشمال بالمركز الأول وفتاة ديالة بالمركز الثاني البطولة التي أقيمت على ملاعب المدينة السياحية في الحبانية وشهدت مشاركة سبعة فرق وأثنى المنسق الإعلامي للبطولة عبدالزهر نعيم على التنظيم الكبير والانضباط العالي للفرق المشاركة التي عكست تطور كرة القدم النسوية مشيرا إلى التقدم الكبير وتطور المستوى عند أندية بلادي وفتاة ديالة والمستقبل وفتاة سنجار والتنظيم الإداري لفريق فتاة واسطة رغم المشاركة الأولى له في مثل هذه البطولات حجز نادي الحي مقعدا في المربع الذهبي ضمن بطولة العراق للشباب لكرة السلة بعد فوزه على نادي الموهبة بنتيجة ستين نقطة مقابل ثمان وخمسين نقطة ضمن بطولة العراق لشباب بكرة السلة التقى نادي الحي من الكوت وفريق الموهبة من بغداد في مباراة فاصلة ومهمة لتحديد الفريق الثاني المؤهل عن هذه المجموعة للصعود للدور الأربعة لملاقات الفائز من مجموعة كاركوك كان الشوط الأول متميزا بتساوي الهجمات حتى استطاع نادي الحي من التقدم بواحد وثلاثين نقطة مقابل ثلاث وعشرين لفريق الموهبة بعد أن ضمن نادي الحلة فوزه بهذه المجموعة والتأهل أولا على المنطقة فهي البطاقة الثانية التي ستنحصر بين فريقي الموهبة وفريق الحي من الكوت والفائز بها سيأخذ البطاقة الثانية مباراة نادي الحي ونادي الموهبة سجال بين الطرفين كانت الغلبة نوعا ما لنادي الموهبة بالبداية وبعدين نادي الحي استقر وطلع بالشوط الأول متفوق بدأنا بلعب حلو بس هناك بعد الحكيم بعد الوعيب هناك خطأ من عندهم من دخول اللاعب فوزات أكثر الشوط الثاني من المباراة كان أصعب من الشوط الأول بسبب تبادل الهجمات القوية من كل الفريقين إلى أن تمكن الحي من فرض هيمنته على المباراة ويخرج فائزا بنتيجة 60 نقطة مقابل 58 لفريق الموهبة وبذلك يكون الحي قد حصل على المركز الثاني وقفز إلى المربع الذهبي بجانب نادي الحلة كانت مباراة مهمة مع الموهبة مدرسة بغداد بكرة السلة مباراة تعتبر نهائي والحمد لله وشكرا تمكننا من الفوز بالمباراة وتم تأهلنا برفقة نادي الحلة إلى المربع الذهبي الذي سينطلق قريبا في محافظة بغداد هذه البطولة شاركة وأربع فرق قدرنا نحصل على لاعبين شباب بكثرة في جميع الأندية والحمد لله وشكرا طلعنا بأكثر من لاعب موهوب نتمنى كلهم يكون الاهتمام فيهم في الأيام القادمة بطولة العراق للشباب بكرة السلة أفرزت العديد من الطاقات الشابة والتي يمكن الاستفادة منها في منتخباتنا الوطنية من باب الله إيمان محمد العراقية الرياضية يواصل فريق الحجد الشعبي لكرة اليد تدريباته في معسكره المقام في السليمانية استعدادا لمنافسات الدور الممتازة فريق الحجد الشعبي مولود جديد دخل إلى ساحة كرة اليد العراقية والغاية إثبات الجدارة أمام فرق الدور الممتاز معززا كتيبته بنخبة من النجوم يقودهم المدرب خالد عدان الذين دخلوا بمعسكرا استعداديا في محافظة السليمانية أحنا بدينا إن شاء الله الإعداد فترة واحد تسعة ضمينا لاعبين ومتخب الشباب ولاعبين أيضا مع الخبرة وحصلنا لاعب من متخب سوريا إلى خبرته في الملاعب العراقية وكنا ثقة في الجهاز الفني والجهاز الإداري واللاعبين كنا ثقة إن شاء الله على منصات التتويج إن شاء الله مستمرين بتدريب صبح وعصر والفريق الحمد لله يمشي بخطة ثابتة عازمين إن نكون رقم صعب بالدوري أشكر الهيئة الإدارية على دعمها للفريق وتلبية كل المتطلبات يد الحجدي تكونت باللاعبين شباب ومزجت مع ذوي الخبرة مرفوضة بالمحترفين راسمين طريقهم بالعزم على تحقيق إحدى مرافز التتويج التي يرمون الوصول إليها عند خط خطام الدوري السنة جيت مع نادي الحشيد طبعا إلي أكثر من تجربة أنا بالدوري العراقي هاي تقريبا الموسم السادس إنه طموح كبير السنة فريقنا فريق شبابي مع لاعبين خبرة طبعا وإن شاء الله راح نكون منافس قوي على الدوري بدينا المعسكر بهمة عالية تعرف فريق تشكيله جديد فكل اللاعبين تريد تثبت أنه أول شيء نفسنا ثاني شيء لهذا الاسم اللي هو عزيز على قلوب الكثير من العراقيين الحمد لله والشكر ما بقى ناشي إن شاء الله نهاية المعسكر بعد الأدايا من الكادر التدريبي بس الحمد لله والشكر وصلنا إلى القمة وما بقى شيء إن شاء الله هذا المعسكر هو الطريق الذي رسمته الهيئة الإدارية لنادل حجد الشعبي مع الجهاز الفني لتكوين قوة قادرة على مواجهة كبار القوم رغم شراسة التحدي من الفرق المنافسة ليبقى ما يقدم على أرض الميدان هو الفيصل لكل حديث في نهاية البطار من السليمانية مؤيد الهاوي العراقية الرياضية إذن مشاهدنا الكرام وللمزيد من الأخبار وأبدال آراء والملاحظات حول نشراتنا يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوتيوب وإنستجرام شكرا لكرم المتابعة وإلى اللحظة